السلام عليكم ورحمة الله إذا كنت ممن لا يحب شرب الحليب أو تناور مشقاته لكنك محتاج إلى الكالسيوم والعديد من العناصر المفيدة لجسمك ولطفلك أيضا إذن ما عليك سوى صنع هذه الوصفة السهلة في بيتك وبنفسك أيضا وتمتع بصحة جيدة ومضاق رائع وهي أيضا مفيدة لمرضع السكري ومرضع الضغط نبدأ باسم الله بالطريقة سوف نحتاج أول شيء إلى كوب ونصف من الفول السوداني المحمص والذي يحتوي على نسبة عالية من الزيوز بالإضافة إلى الألياف الغدائية والسعرات الحرارية البروتينات والعديد من العناصر المعدنية الفيتامينات الأحماض الدهنية الزبدة الكربوهدرات وأيضا المغنيزيوم بوتاسيوم النحاس المنغنيز اليود الفوسفور ومجموعة الفيتامينات باق واحد وباق اثنان السوديوم والعديد من الفوائد يعني والعديد من المكونات التي يحتوي عليها الفول السوداني سوف نقوم بطحنه طبعا يكون ساخن بعض الشيء لكي يسهر طحنه سوف أقوم بطحنه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح بهذا الشكل ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم أيضا المسخم قليلا أو المحمص قليلا فقط والسمسم غني بالألياف نباتية والماء والدهون ونسبة بسيطة من السكريات وأيضا مجموعة كبيرة من المعادن والزينغ الفوليك والعديد العديد يعمل على تأتيس صحة العظام وزيادة كثافتها يخفض ويضبط نسبة السكر في الدم يقوّل جسمه يعالج ضعف البنية أو الذي يعاني من النحافة يخفض مستوى الكوليستير والأضار بالدم يخفض ضغط الدم المرتفع ويخفف الشعور بالإجهاد والتعب المزمن والدائم يحسن عمل جهاز الهضمي ويطهره ويطرد السموم من الجسم عندما تصبح الخلطة بهذا الشكل سوف أقوم بإضافة ملعقة عسل طبيعي عسل طبيعي يكون أفضل من عسل السكر وأيضا نضيف ملعقة أكثر من زيت الزيتون أو أي زيت تحبونها أنا أفضل زيت الزيتون لأنها أيضا غنية بالفوائد الهامة للجسم أحسف ضغبها في برطمان زجاجي وأضعه في الثلاجة طبعا أقوم بدهن به الخبز أو شارع الطوست يوميا أقدمه لطفلي أيضا بشكل يومي أضيفها إلى السلطات والعصائر أيضا مع مراعاة تناول كيميا قليلة منه فقط هذه الوصفة لديها العديد من الفوائد المذهلة مثل أنها تمنع شيخوغة البشرة وظهور تجاعد فيها لاحتوائها على مضادات الأكسادة حيث تزيد من نظارة البشرة ورينتها ورطوبتها وتبقيها بمظهر شاب أيضا تعزز إنتاج الكولوجين لازم البشرة لذلك عليكم إعطاء هذه الوصفة لأطفالكم منذ الصغر إذن إلى اللقاء اشتركوا في القناة